تمكنت قوة أمنية ومشتركة مكونة من الشرطة والجيش والدعم السريع في نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور من ضبط كميات من المخدرات والترامدول والحشيش والأدوية والكريمات المحظورة والخمور البلدية ووقف فوالي ولاية جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد وعضاء لجنة أمن الولاية على الضبطية بقسم شرطة نيالة وسط أو بقسم شرطة نيالة وسط فيما أشهد لدى مخطبته القوات المشتركة بجهود مكونات القوة الأمنية المشتركة على إنجازاتها في بسط الأمن وضبطها للمخدرات والخمور التي تؤثر على العقول وتعطل الإنتاج معلنا لانطلاق حملة جمع السلاح والظواهر السالبة مثل الكادامول والمواتر ابتداء من اليوم في المحليات الجنوبية